ينضم إلينا الدكتور أمجد شاموت مدير مركز الجستر العربي لحقوق الإنسان من عمالنا مباشرة أرحب بك دكتور شاموت طبعا بالرغم من كل المعارك أو الحرب التي شنت على تنظيم الدولة في سوريا وخاصة في الرقة كانت تأخذ طابعا أماميا لماذا لم تتكفل أي من المنظمات المعنية بإزالة الأغام وتأمين بيئة مدنية خالية من المخلفات العسكرية واكتفت هذه المنظمات بالأحصاء والتحذير في تقاريرها شكرا نحن متفقين ابتداء على مسؤولية المجتمع الدولي في حماية المدنيين خاصة في وقت النزاعات المسلحة من حيث المبدأ وهذا من المسلمات ومتفقين أيضا على أن هناك مسؤولية تقصرية اتجاه المجتمع الدولي والمنظمة الدولية لأمم المتحدة في إحلال الأمن والسلم الدوليين في سوريا حقيقة إما بسبب تضارب المصالح وإما بسبب العجز والتقصير ربما أحيانا والطواطئ أحيانا أخرى هذا جانب الجانب الآخر أحسنت صنعا وإشارة كلتا المنظمتين منظمة اليونيسيف وأيضا الصحة العالمية بالإشارة إلى خطورة ما يترتب من هذه المخلفات المخلفات على الآثار السلبية السالبة خاصة فيما يتعلق بالبيئة السليمة للإنسان وعندما نتحدث حقيقة عن البيئة السليمة لو سمحتين نتحدث نعم نعم نتحدث عن البيئة نتحدث عن ثلاثة عناصر في البيئة حسب المتعارف عليه التربة والماء والهواء كل هذه العناصر أصبحت غير صحية وغير سليمة لحياة الإنسان وتسبب انتهاكات خطيرة وتسبب إعاقات وتشوهات وتسبب أيضا أمراض عصبية ونفسية بسبب هذه المخلفات بسبب هذه المتفجرات أو بسبب بعض الحقول الألغام أو الألغام الموجودة في كثير من المناطق ولم يتم اكتشافها وبسبب استعمال الكيماوي المتكرر في سوريا من قبل النظام الأسد وحي الوفاء وعلى المواطنين سأدى وسيؤدي أيضا إلى أمراض مستقبلية وجود أمراض مستقبلية عصبية نفسية إعاقات حركية إلى آخر ذلك فهذه ربما الإشارة كانت ضعيفة حقيقة على مدار السبع أو ثمان أعوام في موضوع الحقوق الصحية أو الحقوق البيئية الآن الإشارة صحيح تأتي في سياقة وتأتي في الوقت المناسب وهذا يطلب مسؤولية دولية من تضافر وتضامن الجهود الدولية في الإفتلاع في هذا الجانب وإتخاذ التدابير اللازمة هذه الجهود الدولية غير موجودة لا نراها إلا في التقارير حتى إزالة الألغام والمفخخات والركام والجثث المتفسخة تدخل أيضا ضمن الحسابات السياسية أم إلى ماذا تعزو هذا التخاذل صحيح جانب منها هو الاستفاف السياسي بطبيعة الحال وتبادل وتضارب المصالح ما بين الدول الأعضاء الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن من جانب ومن جانب آخر أحيانا إذا كان في نوايا أو جهود ترتبط بنوايا حسنة لدى المنظمة الدولية لكن هذه الجهود للأسف الشديد لا تكلل بالنجاح تاريخيا وعادة حسب ما شهدنا على مدار الأزمة السبع أو الثمان سنوات فإما تصطدم بهذه زي ما أشرنا بإمب تصطدم بتضارب المصالح السياسية وإما أحيانا غير متوفر البيئة الآمنة حتى تعمل مثل هذه الفرق بسبب عدم التزام النظام في سوريا بإتاحة الفرصة للموظفين الحمايين أو الموظفين الدوليين في ممارسة أعمالهم سواء في الرصد وتوثيق الانتهاكات أو في الأمور الرعائية في موضوع الرعاية وتقديم الخدمات الغذاء والدواء والخدمات الصحية الأخرى دكتور شموت في مطلع هذا الأسبوع تحدثت عن النظام أنه يمنع كل هذه التحركات والشهود بالنسبة للفرق الإنسانية الأممية في مطلع هذا الأسبوع دخل وفد أممي إلى الرقة تحديدا لمعاينة الوضع فيها هل نتوقع أي شيء بعد هذه الزيارة؟ خاصة بأن الأمم المتحدة نفسها صرحت بأن قرابة المئة ألف مدني عادوا إلى الرقم رغم وجود هذه الألغام والمفخخات بطبيعة الحال يعني أعتقد الجهود لغاث الدولية هي متواضعة ولن يكتب لها النجاح الكافي للاعتبارات التي ذكرناها وعدم تعاون نظام الأسد وأيضا حلفاء أصلا موجودين في الميدان وموجودين على الأرض إن لم يكن هناك في تعاون جاد وحقيقي من قبل نظام الأسد وحلفاء على الأرض لن يكون هناك خدمات صحية ولا رعاوية ولا إغاثية ولا حتى تستطيع الفرق الإنسانية العاملة هناك وإن كانت موجودة فلن تستطيع القيام بالمسؤوليات والواجبات الموكولة إليها بأريحية وبانسيابية وتستطيع أن تحقق الهدف من وجودها شكرا جزيلا لك دكتور أمجد شاموت مدير مركز الجسر العربي لحقوق الإنسان كنت معنا مباشرة من عمان شكرا جزيلا لك